تفاعل الفلزات مع الماء نظراً للتباين الكبير في فعالية تفاعل الفلزات المختلفة مع الماء فإن تفاعل الفلزات مع الماء يعتبر مقياساً لنشاطها الكيميائي تتفاعل عناصر المجموعة الأولى مع الماء تفاعلاً عنيفاً وذلك لاستبدال ضرة هيدروجين من الماء بضرة العنصر ويتصاعد غاز الهيدروجين بفرقعة من التفاعل بإلقاء قطعة من الليثيوم في الماء فإننا نلاحظ صهار القطعة ببطء وتصاعد غاز الهيدروجين من التفاعل وتتبقى في المحلول أيونات الليثيوم الموجبة ومجموعات الهيدروكسيل السالبة وتكون المحصلة النهائية قالوية المحلول المائي والتي يمكن الكشف عليها باستخدام ورق عباد الشمس الكاشف تفاعل البوتاسيوم مع الماء يكون أكثر عنفاً نظراً لأن البوتاسيوم أكثر نشاطاً من الليثيوم ربما تشتعل قطعة البوتاسيوم أثناء انصهارها ويتصاعد غاز الهيدروجين بعنف من خلال التفاعل بالانتقال إلى عناصر المجموعة الثانية نجد أن عنصر البريليوم يكون خاملاً تماماً في التفاعل مع الماء ويتفاعل الماغنيسيوم بضعف شديد مع الماء ويزداد النشاط الكيميائي كلما اتجهنا لأسفل في المجموعة وبناء على ذلك فإن الكالسيوم والاسترانيشيوم والباريوم تتفاعل مع الماء مكوناً للهيدروكسيدات المقابلة ولكنها أقل عنفاً من تفاعل عناصر المجموعة الأولى بإلقاء قطعة استرانيشيوم في الماء نجدها تنصهر وهي في قاع الكأس ويتصاعد غاز الهيدروجين ويترصب هيدروكسيد الاسترانيشيوم الأبيض في قاع الكأس وبشكل عام هيدروكسيدات المجموعة الثانية شحيحة الزوبانية في الماء والمحلول المتكون يكون قاعدياً أيضاً بشكل عام العناصر الانتقالية لا تتفاعل مع الماء من التفاعلات المثيرة للاهتمام تفاعل الماء مع الأولومنيوم والذي يكون أكسيد الأولومنيوم وهو يغطي سطح المعد ويكون بمثابة الطبقة العازلة بين الأولومنيوم والماء ويثبت التفاعل بشكل كبير